من أول التاريخ أحبائي دايماً الله بختار رجال أن يقفوا أمام التيارات المعادية ضد النظام الكتابي وند تعليم الله في العهد القديم كان لفترة طويلة يسمى الحكم الثيوكراتي حكم الله وهذا الحكم بكل بساطة الله بعين قضاء أو أباء قضاء حكام إلى فترة صمويل النبي لأول فترة صار في تعيين للملك وبرضه في شروط للتعيين الملك أنه فعلاً أنه يطيع صوت الله ويخضع لصوت الرب فمنذ قديم الأيام أنه بغض النظر أن الشعب في أي مرة بحاول يبتعد عن الله يعني بيتكلم من خلال الآباء من خلال الأنبياء بطرق متنوعة متعددة بحسب الظرف الزمني وبحسب التوقيت أو الكولتشر الثقافي والعداد اللي بعيشوا فيها في تلك الأيام فحنا منعرف أنه الله ابتدأ مع إبراهيم بتكوين العائلة وبعدين ابتدأ يتعامل مع أمة اللي هي أمة إسرائيل وابتدأ يعرف عن هذه الأمة أنه الله اختارها مش لأنه أفضل لا بالعكس لأنه حتى أقل من سائر الشعوب لكن بسبب وعده لإبراهيم وأيضا ليتمجد من ضعف الإنسان وهذه الأمة الله اختارها تكون مملكة كهني يعني يكونوا شهادة حية بين المجتمع وبين الله ويكونوا نور للأمم لكنهم انحصروا في ذواتهم والله خلال التاريخ فعلا كان في تقديم بكل الوسائل وبكل التنوعات يعني الله كان يستخدم السيف كان بيستخدم الوباء كان بيستخدم الحرب من العدو لتقديم شعبه وحتى إن كان باسم الدين يعني حتى اليوم نشوف إنه هذا التقديم ممكن الله بيستخدم دين آخر لتقديم شعبه وهذا واضح شيء كتابي وكتير مرات لما بيصل حالة الرفض في المؤمنين المسيحيين وإنه وصلوا إلى حالة إنه صاروا مسيحيين إسميين وإلى درجة يعني مش عم بميزه الأمور المتخالفة ولكثرة الخطية تبرد محبة الكثيرين الله بيرسل يعني ضغط سياسي اجتماعي وديني على الكنيسة عشان ينقيها لأنه عادة القضاء يبتدئ من بيت الله فإذن مش لأنه الشعوب ولا الدينات التانية أفضل لا لأنه كله مكتوب في كلمة الله يريد يعني نفس حد اللي بهاجم فقط اقرأ كلمة الله وبتشوف حتى في العهد القديم احتلال الدول أو الممالك يعني المحتلة مثلاً كان البابل أو كانت أشور أو إن كانت بابل أو حتى الفرس الغريب إنه كانوا يستخدموا آيات اللي بيستخدموها العبرانيين أو اليهود قديماً إنه أنا فعلت بأمر إلهي جاي لأنه أنت تركته شريعة الرب بما معنى بهذا الإطار اشتركوا في القناة